معايا بقى كيلو من التين وطبعا ممكن تزاود الكمية او تقليلي براحت الخالص وطبعا هاتجيبهه هتخسليه كويس جدا وهتبداي بقى تقطعيه معاكي بشكل الsınız شايفينه ده هتشلي بقى الحرف بتاعه قلي تحته هتبداي بقى تقطعيه كده مكعبات معاكي صغيره وهضيف م克جي كبير من السكر ممكن تزاود كمية او تقليلي براحت خالص بس المكجي هنا حلو جدا عشان التين معايا مسكر فمش محتاج سكر كتير وهقلب بقى التين مع السكر كويس جدا وهحطهم بقى في التلاجة على الأقل 3-4 ساعات أو ممكن تعمليها من بالليل للصبح مفيش أي مشكلة خود كده السكر ده بمع التين خالص والتين بقى نزل المياه اللي فيه هبتدي بقى رفعهم كده على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهسيبهم بقى على نار متوسطة وأول ما يغلوا على النار هتشيلي بقى كل الطبقة اللي من على الوش اللي انتوا شايفينها دي عشان ما تغيرش معاك طعم مربة التين بقى مادة حفظة للمربة بتاعتنا اللذيذة أتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد وحب بقى أعرف بتتبعيني من أنهي بلد هتبتدي بقى تجيب المعلاء أو الهراسة أو الشوكة أي حاجة كده عندك وهتبدأي بقى تهرسي معاك التين زي ما انتوا ما شايفين كده وسيبي برضو كطع كده من التين عشان وانت بتكليها بقى كده يبقى فيها كطع من التين يبقى طعمها حلو جدا معاك عايز أقولك بجد طعمها تحفة نفس الجهزة بالضبط وأحلى كمان كفاية بقى أن انت كده عاملها بأديكي أنضف وأحلى من بره بكتير وبكده المربة استوت معايا وبقت تمام شايفين بقى قوامها؟ هو ده بقى القوام اللي احنا عايزينه هطفي بقى عليها وهبتدي بقى نزل المربة بتاعتنا اللذيذة الجميلة ديت على طبق عشان تبرب معايا شوية شايفين بقى باسم الله ما شاء الله لونها وقوامها تحفة جدا أنضف طبعا ما تجيبي بقى بتاعة الشركات والمصانع وبتبقى فيها مواد حفظة هتجيبي بقى ست الكل أي حاجة كده تحب تحط فيها برطمان بقى أو علبة بس أهم حاجة طبعا تكوني معاكمها كويس جدا ومنشفها تماما من المياه وهتبتدي بقى تحط فيها المربة وتحفظيها بقى في التلاجة وتسحبي منها زي ما تحبي مش هيجرالها أي حاجة وشايفين بقى ما شاء الله من كيلو تين عملنا كيلو رابع من مربة التين بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطلع بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه دو إن شاء الله تجربت طريقة ديت وتعجبت جدا أولادك وجوزك هيعشقه وطبعا تنفع جدا بقى لسندوتشات أطفالنا يخضوها معهم وهم رايحين المدرسة شايفين بقى ما شاء الله قطع التين وعايز أقول لكم بجد تعمها الطحفة جدا إن شاء الله هتجربتها وتعجبت جدا وأتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد ولو أول مرة تشوفي صفحتي أنا اسمي أمير عشور أتمنى بقى تنوريني وتدوصي لكم وطبع عشان يوصل للكل جديد بإذن الله وإن شاء الله الصفحة تعجبت جدا الجبنة الكريمة بدون زيت صحية ومفيدة جدا وطعمها طحفة استعدي بقى للمدارس كل سنة وحضراتك طيبين وعمليها بقى لأولادك في البيت أنضف وأوفر من بره بكتير كفاية بقى أنك عاملها بإيديكي معايا هنا حوالي ربع كيلو من الجبنة القريش وطبعا ممكن تزاود الكمية أو تقليلي برحط الخالص وحطها بقى في شفشق الخلاط وهنزل بربع كباية من اللبن وهنزل بربع معلقة صغيرة من الملح ممكن تزاودي أو تقليلي أو ما تحطش خالص مفيش أي مشكلة وهضيف معلقة كبيرة من الزبدة البلدي طبعا الزبدة هنا هتدي طعمه وقوام حلو جدا للجبنة ودربيهم بقى كويس جدا لحد ما قوامهم يبقى كريمي معاك واتقيل وهاتي بقى الإسباتيولة أو المعلقة وبدأي بقى نزلي كده بالشكل اللي انتو شايفينه ده عشان كله يتمزج مع بعض لحد ما يوصل للنتيجة اللي انتو شايفينها دي كل الدرب مع بعض كويس جدا وبقى كوامه ناعم وهتجيبي بقى أي علبة عندك وهتحطي بقى فيها الجبنة اللذيزة بتاعتنا ديت وشايفين بقى ما شاء الله قوامها عامل إزاي عايز أقول لكم بجد تحثة جدا وطبعا بتحطيها في التلجة بتتقل أكتر بتبقى كريمي كمان عن كده وعملناها بطريقة صحية جدا من غير زيت وطعمها تحثة إن شاء الله هتجر بيها بنفس الترى وتعجبك جدا وهتدعيلي عليها وأتمنى بقى لو وصلت معي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد ولو أول مرة تشوفي صفحتي أنا اسمي أمير عشور أتمنى بقى تنوريني وتدوصي لكم وطبع عشان يوصل لكل جديد بإذن الله وإن شاء الله الصفحة تعجبك جدا ابنك أو بنتك ضيعوا بقى الأستيكة أو ألم رصاص ومفوش أستيكة هاتي بقى أستيك الفلوس ولفيه بقى على أصباعك كده مرتين تلاتة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده أبدأي بقى أمسحي هيطلع معاك بكل سهولة بجد فكرة سهلة وبسيطة جربيها تعجبك جدا حقيقي يا ريتني عرفت الأفكار الجميلة دي من زمان عندك المناديل المبللة لو نشفت منك أوعي ترميع هاتي بقى منديل وتعالي بقى على الشاشات أو المريات بتاعت الشقة كلها ولماعي بقى بيها هتلمع معاك بكل سهولة بس كده لأ طبعا وتعالي برضو على وشاشة كهرباء امشي كده على وشاشة كهرباء اللي في الشقة عندك هتبقى زي الفل معاك ويا سلام بقى لو كده بتخسلي هتحطي بقى منديل في وسط الغسيل هيشلك أي وبر طبعا معظم ده بننسى كده منديل في الجيب بقى وبتبهدل معنا الغسيلة وكمان الغسيل ابنك أو بنتك ربنا يخليهم ويحفظهم ويبارك فيهم شغبته بقى بالقلم الجاف على السطلون أو الانتريق أو الليفنج ولا تزعالي نفسك خالص هتجيبي بقى إلا هلوبة دي بقى اختراع نقطة كده صغيرة على سافنجة هتلاقيها طلعت معاك بكل سهولة شايفين بقى ما شاء الله مفيش أسهل من كده طب يا أميرا نجيبها منين من أي محل من ونظفات بـ 25 جنيه دي بقى هتطلع لك أي بقع أي دهون كده عندك بكل سهولة بس ما تنسيش بقى تدعيلي أوعي تعملي كده ده أخطر حاجة ممكن تعمليها ولا كابريت ولا ولا على قدر الله ممكن تحصل كرسى وتنفجر أفضل حاجة لاختبار تسريب الغاز هتجيبي بقى سافنجة وشوية مية وصابون موعين سايل عادي خالص وتضغطوا عليها بالشكل ده ولو في تسريب لقدر الله هتطلع بقى فوقه عاب لو مفيش هتبقى تمام معاك وزي الفل وتركبت حلو جدا هاتي أصغر بطاطساية عندك واسميها نصين وخرميها بقى معاك بالشكل اللي انتو شايفينه ده بستكينة يعني عايزين كده نطلع النشا اللي فيها عاوز أقولك بقى هنا حلو جدا للهالات السود اللي تحت العين أو تحت القبط أو أي منطقة عندك غمقة عندك إزاز البوفي مكسور معاك بالشكل اللي انت شايفها ده أو أي إزاز عموما ولا تزعلي نفسي خالص ولا تغيري ولا تدفعي فلوس علي هنلحمه معنا بمنتهى السهولة وبأقل التكاليف نبدأ بذكر الله ولو أول مرة تشوفي صفحتي أنا اسمي أميرة عشور أتمنى تنوريني وتدوصل لكم وطبع عشان يوصل لكل جديد بإذن الله وإن شاء الله الصفحة تعجبك جدا أول حاجة كده هتوسعي بقى ما بين الإزاز وهتبدأي بقى تجيبي كده أي فوتة من الدية معاك وهتمسحي بقى أي فتفيت طبعا بتاعة الإزاز أو أي حاجة كده طرابة عشان بس يبقى نظيف معنا وهتجيبي بقى أنبوبة أمير ما بتبقى أشغاليا بتبقى بثلاثة جنيه مش أكتر من كده وهتسخني بقى الإبرة على النار وبداية بقى أفتحي كده سنة صغيرة جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وطريقة فتح الأمير الصح من تحت بتجيبي بقى أي بنسة وتاخدي منه زي ما تحبي وتقفليه تاني ما فيش أي مشكلة يعني كده عندك طريقتين لفتح الأمير لو عايزة كمية قليلة ولو عايزة كمية كتير وعتبتدي بقى تحطي الأمير على الحرف بتاع الإزاز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وخلي بالك بقى عشان ما يجيش كده على الخشب ويبهدل معاك الدنيا عشان كده فتحناه سنة صغيرة جدا من فوق شايفين بقى م شاء الله لحم معايا وقفش حلو جدا ومستحيل يفك منك نهائي عاوز أقولك بجد الأمير حلو جدا كمان في اللباء الصيني أو مثلا مج سيني أو أي حاجة كده عندك إزاز اعمليها بقى بالأمير وبجد هتدعيلي عليها لازم كده نصلح حاجتنا بنفسنا لإن بصراحة كل حاجة بقت غالية ومش زي الأول إن شاء الله بقى اتجربت طريقة دي في أي إزاز كده عندك مكسور وهتعجبك جدا وهتدعيلي عليها وأتمنى بقى لو وصلت معي لحدنا في الفيديو حبا بقى أعرف بالتابعيني من أني بلد وما تنسيش بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد ولو أول مرة تشوفي صفحتي أنا اسمي أمير عشور أتمنى بقى تنوريني واتدوسي لايكم وطبع عشان يوصل للك كل جديد بإذن الله وإن شاء الله الصفحة تعجبك جدا خيصة ومالية السوق تعالي بقى أقولك إزاي تخزينيها وتفضل خضرة وطازة وفرش معاك وأكنك لسا مش تريها وجايباها جبت بقى كمية من الملوخية وغسلتها كويس جدا وسبتها بقى تتهوى معايا تماما ما يبقاش فيها ولا نقطة مية وهتجيبي بقى أكياس التلاجة وهتبدأي بقى تحطي على قد الطاقة طاعت الكتير بقى أو قليل برحت خالص وطبعا أهم حاجة تفرغي منها أي هواة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تضغطي كده عليها بإيدك وتطلعي منها أي هواة عشان تفضل خضرة وطازة وفرش معاك وكنك لسا مش تريها وجايباها أتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد ولما تيجي تستخدميها تطلعيها بقى من الفريزر على طول وهي مجمدة كده معاك وتخرطيها بالمخرطة أو الكبة أو الخلاط أي حاجة متوفرة عندك اشتغل بيها ما فيش أي مشكلة خالص هتلاقيها خضرة وزي الفل معاك وكنك لسا مش تريها وجايباها إن شاء الله تجربت طريقة دية وهتعجبك جدا وأتمنى بقى لو وصلت معا لحدنا في الفيديو حبا بقى أعرف بتتبعيني من أنهي بلد ولو أول مرة تشوفي صفحتين اسم أميرا عشور أتمنى تنوريني وتوصل لكم وطبع عشان يوصل لكل جديد بإذن